السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي مرحبا بكم في الفيديو الجديد منه تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ان شاء الله ان شاء الله انا قد نمضي الفرصة باش نبرك لكم العواشر رمضان كريم وكل عام وانتم بخير لا يدخلوا عليكم صحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله كما تشوفوا اليوم ان شاء الله هنخدموا هذا البيبال هنجدوهم باش يدوزوغ الفيرني عندوزولهم البوش بور ليوم كما تشوفوا الاخ محمد اللي معي راكي شطب فيه لان حكيناه ضروري تحكو بشي كارتة اللي ما تكونش حرشة بزاف يعيما كارتة ديال ديال تمانين تكون ميتة باش ما تجرحش العود كما تشوفوها دار عود ديال الارز مش يعود عادي عود الارز اللي معروف بالجمل دياله بالنظرة دياله اللي ما فيهاش المعز يعني عادوك اللي تكونوا في العود تكونوا مخزين او مصدين بحلاك حلين واحد شوية تيعيبوا العود بهذا المعنى كما تشوفوا معي انا تندوز في الجناب ديال باش ما نقشش العود باش ما نقشش الحيط بالخصوص ان الحيط عادي مسبوع بالبيض يعني احساس بزاف رغم ان انا ان انا خدمنا على العنبرة وضلنا ليس سيراج الا ان انا ضروري يخصنا ديرو سكوتش ديانا يعني في الجناب عليه من اللي صار والفوق كما تتعرفوا العود ديال الارز يعني واحد العود لزوين ونادر كما تشوفوا معي انا يا هذا هو البوشبور را نخلطه اختمت بشركة ديال كولورادو لان هي اللي اللي لقيت هم نطوف راعد دروغري بوشبور بواريكس واحد المعلومة اللي يخصني نقول لكم ان البوشبور راتي اتخلط بالدوليون انا ختمت بهد بهد دوليون مش شي شي دوليون اللي كاليتي يعني مهم ولا رقيتها حد روغري كما قلت لكم ضروري نقدي بي وده باي ان شاء الله غا نبدو نخدمه البوشبور انا بديت من الفوق يلا واحد الملاحظة لاخوان اللي يخصكم تعرفوا انه انا باش تخدم الفيرني ولا البوشبور ولا لاتنت يعني انا ما كيناش واحد القاعدة اللي تقول لك تبدأ من الفوق ولا من التحت خدم من البلاسة اللي غا ترتاح فيها يعني ما غا تيجيش واحد اللي غا تينفخه لك راسك وغا تيقول لك اللي رخسك تبدأ من ليمن تبدأ من ليسر هذه الشي را ما كينش مدام الجالي عجباتك انت واخد راحتك في الخدمة وتصولها جافية وخدم بشوية عليك يعني ما تستريساش خدم بشوية عليك كما تشوفو هاد جنب دي العود دي ما تتصبقه مملولين مش يجوك سهلين لان هادوك سيد منهم طرور يخصك تصبقهم مملولين تتدوز ليهم كما تشوفو هادا تندوز دابا بوشبور بانسوا تكون مزيانة زيد على ذلك شتي الأخ اللي معي محمد أشعر الشي بليس قال لي يعودهم واحد الملاحظة هذا العود دي الارز راكي يشرب ضروري ما تكون خدام ضروري خصق تضرب وتعود كما تندران يعني كتشارجي البنسوا دي الكمزيان صعب ممكن تتخدم يعني كما تتخدم نفس الطريقة تتخدم بها البوشبور واحد الملاحظة اللي غنقول لكم البوشبور من اللي تتخلطه حاول ما تجريش بالخصوصي لكن تتخدم بغير كوش واحدة بحلفة الحالة ديالي يعني البوشبور خدمته غير كوش واحدة ما تدرك شده كوش ولا تروها كوش الكوش اللي كنتي ناوي غدير غير كوش واحدة غتخففها غتخلابين وبين ما تكونش قاسحة وما تكونش جارية باش تمشى لكتها في البنسوا وما تكون صوماش لك السلعة بزاف بالخصوصي لكن دي خدام غير اللي كنتا متانا عندك بيبان وبتدوز البوشبور ونوي غدير غير كوش واحدة سير بالطريقة اللي قلت لك يعني ما تحاولش ان البوشبور تقصحوه بزاف باش يشارجي لك العود مزيان اللي انا ويدي لدوكوش ديلكوش اللولة بين وبين والخفيفة والتانية تاي بحالة وتخدموه على جوجي جوجي دي واحدة الملاحظة اللي غنقول لكم ان البوشبور الدور دياله غير كي ستادوك المسام ديال ديال العود اذيك الحروشية اللي تتكون في العود تردى ليس واحد الميزة اللي زوينة كي هنا في الارض انه من اللي كدوز لي البوشبور كي خرج اذيك الحمورية اللي تتكون في العود كي ما تشوفون انا رك هنوري الاخ اللي معي اذيك واحدة الخطوطة حمرين يعني صغار يعني يقدروا يكونوا يتبانوا لكم في الفيديو بحدك تتدوز لهم تتدوزهم وما تخرجوا انا دعب ادرت الجهة الاخرى نفس الطريقة اللي قلت لكم كما شفتوا شو الجهة اللي من الجهة الاخرى بديت من الفوق هنا بديت من الوسط يعني كما قلت لكم ورا ما كناش واحدة طريقة محددة اللي غا تتخدم بها اي واحد يقول لك خسك تبدأ من اللي يصير ولا تبدأ من اللي من الغير تكيه كدب عليك واحد الحاجة اخرى عودتاني بالنسبة البوشبور يعني ما فيش الوسخ لكن انتي مثلا غتتخدم بلاتان دي العود دار ورغسك تفرش الارض ديرشي كارتونات في الارض يعني هم لاتان دي العود يعني يزيدين فيها اللاتان يعني لا طاحت في الارض غتبع هذا ما تهيبنش واخي يطاح في الارض ما تهيبنش زياد على ذلك انا درت واحد تخليطها اللي مزيانة يعني ما قسحة ما جارية يعني يلا طاحت شي حاجة طاحت شي نقطاع ولجات يعني انقدر المسح ومانايا غير بالليقات وكيما واحد الاشارات بحدي يجبط اللي يعني الاخ الحرافي يحاول انه يطور نفسه ويحافظ على صحته يلا الاولى يخدم بليقات يدير كماما يدير كاسكي طاحته يحاول على صحته يعني انا مش مش بالضرورة انك خسك تخدم بيدك عريانين انسان يطور راسه وراص صناعة قد يتطور كل شيء قد يتطور والانسان خسوته هو يطور راسه يعني ليقات رمشي اش عاجلة يعني ميتين وستين ريال ولا تلجميع وتاخد شي ليقات لي مزيانة وتحافظ على يديك حتى من اللي تتبغي تطريح تكل ولا تتبغي تخرج في العشية تتحييي تكون شي حاجة لقليلة يعني بزدربة تتمسحه مش بالضرورة نخلينا يا ايديك عم كرفسين مبدا نمسح بليسانس ومسخ الارض ومسخ حالتي يسان ديما يحاول يطور راسه وسمحوا لي انا رمشي كان يعرف الحرافي ولا اسميته انا غير كان اعطي وجهات النظر ديالي الطريقة اللي كان نخدم بها هي دي نقدر نخدم في شي لقطة اخرى بالليلية يعني على حساب كما قلت لكم الاخوان العود ديالارز اللي واحد العود اللي هو زوين بالنسبة اللي يبغي يختم عود النقي ما فيه لما عزل الدهاجة يختم بالعود ديالارز وعود تقيل صحيح يعني جاحت مسي كيري زي راسه وراسه يعني الحماية لادرته في الباب ديالالفصيل ولا بباب ديالناس يعني رمستحيل اي شخص انه داك الباب غاطي يطردكم عادة لطرد ببلعون اما باش يقتاح موق وانتكين في الدار والاسمية دورا مستحيل زياد على ذلك تقيل كما قلت لكم وفي النظرة ديالو زوين يعني اعشاقة تبقى هاتشوف فيه تقريبا هذا العود دا تقامع لصاحب المنزل يعني اقرب للصديق اللي معي طلع عليه غير هاد الباب ديالالفصيل سبعة وربعين الف ريال يعني بلا بلا الكادر بلا الكادر ديال ديال الباب يعني تقريبا طالتها بشي ستالاف ولا عمرت خمسالاف يعني نورمال موعد يكون هاد الباب هذا طالتها كامل بخمسين الف ريال يعني غالي ان نوعا ما غالي ولكن عود ديستال انا بالنسبة لي انا ما تيبنش ليه غالي لانا كي نعير العود العادي البواروج ولا سميته انا كي نعود تيخدمون جزارة قعف عامر ماعز ومشقوق بستة وعشرين الف ولا مار تمانية وعشرين الف ولا اربعة وعشرين الف على حسب على حسب الكبر ديال الباب على بالنسبة ليه انسان لا كان بغير يخدم بشي حاجة مزيانة بالخصوصي لا عندك غير باب واحد يعني يعني انا بالنسبة لي قد رفع عملية حسابية ورخ صنين نقتصد اكتشرة ماكينش يخدم بشي حاجة مزيانة وكاليدة وشوفوا طبارك الله العود كي ديبان يعني 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 اشاقها تخلي عاوك وما وندر لي لفيرني يربي لالاتنت لات حاجة ونحن في هذه الحالة انا ندوزه غير لالاتنت يربي غير لفيرني وشي بقى في الطبيعة دياله ويبقى محافظين على على اللوك دياله كي ما تشوف بالنسبة الاخوة اللي غادي سهول يقول لك فين نقدر نشري هاد العود انا رمع دي تشهي دي راية انا ما عارش مني انت يشريه الحاجة وحيدة اللي كنت سمعت من عند الاخلي معي انه بشي جهة اللي في الجبل يعني جهة الشلوح يعني حيتم في هذه المناطق الجبلية فين كي نعد العود تما في انت يتم تهرب دياله بطرق حير شرعية ولكن انت انسان كان في شي فئات يترزقوا على الله يعني انا ما عارش نقدروا اللهم ونقولوا لهم لا ما تديروا شكاء ولكن نرى كين حتيكار لاد العود سيخدموا به غير الناس اللي لا بس عليهم وما من الناس اللي ما اعدهمش منو عليهم وغالي كما شفتوه الاخوان ما اللي كنت تكمل الباب ديالك من اللار ومن القدام تتبع جناب ديال الباب دوما تتدوزهم حاول ان العود تتبعوه مزيان باش فعش من اللي تبغي تحكوه تتصيب العود مشارجي ما عادش يبقى ليك المنق ديال البلاسة بقى تحرشها واحد شوية بلا بلاسة ملسا حاول ان العود شارجي مزيان اخذ الوقت ديالك وانتخذ دام شارجي ضرب وعود وليسي مزيان باش ما بقوش ديالك الدموع ومن اللي تكمل ديالك حاول ان البنسو ديالك تجرى من تحت الفوق البلاس اللي غادي تكرف صوح حاول تدير لهم سكوتش بحالي بواني كما تتشوفو هذا هو ما هذا هو الباب من اللي دوزنا لي البوشبورو حكينا كما تتشوفو را طلعت بيوضة في الباب في الباب وهذا البيوضة غير الغبرة ديال البوشبورو لانه قد ما تتحك فيه وقد ما هو طي تطلع ديالك الغبرة وقد ما تزيلي يتليسة وتيولي من السلوت كما تتشوفو هذا هو ما البيبن كامل اللي خدمناه هذا الباب ديال الدوش وهذا اللي على اللي صار الباب ديال الكوزينة الباب الاخر اللي مجيه الاخرى باب ديال البيت النعاس ديال الاطفال وهذا اللي خلينا اللور باب ديال بيت النعاس بالنسبة الناس الراشدين اول اخ محمد درع خدامتي اشطف الباب لانه كما قلت لكم بوشبورو تيخلي واحد الغبرة ضروري سكدر لكم ما ما ديالك من اللي تكونت هتشطفين لان هذه الغبرة منية لديها اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر